سين نسي أن يأتي بأذكار الصباح قبل طلوع الشمس فهل يجوز له أن يأتي بها متى استيقظ من نومه أو تذكرها بعد شروق الشمس جين أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الفجر لقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الغدات في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 لكن يجوز للمسلم أن يأتي بأذكار الصباح بعد شروق الشمس إذ إن الصبح في اللغة يطلق على الفجر وأول النهار قال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار قال ابن كثير أي في أواخر النهار وأوائل الليل وأوائل النهار وأواخر الليل وعلى هذا التفصيل تتنزل كل النصوص الواردة في أذكار الصباح والمساء وعلى ذلك فللمسلم أن يأتي بأذكار الصباح متى استيقظ من نومه لكونه لا يزال في وقت الصبح خاصة إذا نام عنها أو نسيها فيما بين الفجر وطلوع الشمس وكذا أذكار المساء فالأفضل أن يأتي بها فيما بين العصر والمغرب فإن أتى بها بعد غروب الشمس جاز لكونه لا يزال في وقت الليل كما يستحب كذلك لمن كان له ورد من القرآن أو حظ من الصلاة بالليل ففاته ذلك أن يقضيه فيما بين الفجر والظهر فإنه يكتب له أجره كأنما قرأه من الليل ففي الحديث من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل فالحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل ومنه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل والله أعلم